تدوي أصوات القصف والرمايات النارية من جديد في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية تدريب أطلاقه الجيش الأمريكي بعد إيقافه رسميا منذ عامين وأكمل به إعلانا عن فتح باب التطويع ضمن فصيل جيش المغاوير الهدف المعلن ملاحقة خلايا داعش لكنه هدف دعائي لا يعول عليه وقد حول الجيش الأمريكي التنفى إلى ما يشبه محمية تختبئ بقايا التنظيم في محيطها هاربا من عمليات الجيش السوري وحلفائه هل بمقدور هؤلاء المعزولين في حقيقة الأمر في جزيرة من الرمال في الصحراء السورية على الحدود السورية الأردنية أن يكونوا قيمة مضافة أو علامة فارقة في تاريخ هذه الأزمة عبارة عن بروبوغاندا جديدة ولكن حقيقة الأمر لن تقدم ولن تؤخر شيئا وستبقى هذه المحاولات ورقا من الأوراق الكبيرة التي زجتها أمريكا في خضم الأحداث في سوريا أهداف أخطر لا يمكن تجاهلها في ظل سياسة أمريكية وإسرائيلية تعلن محاربتها لحلفاء سوريا وتضع مراقبة الحدود بين سوريا والعراق ومنها إلى إيران هدفا استراتيجيا منعا لأي تواصل بين الدول الثلاث مهمة قد يلعب المرتزقة فيها دورا على الأرض كما تشير التطورات هناك ترابط وترابط وثيق ومحاولة إلهاء الجيش العربي السوري وإعادة تفعيل مناطق وتسخين المناطق مرة أخرى لصرف الأنظار عما يدور في منطقة شرق الفرات ومنطقة الجزيرة السورية بتشكيلات جديدة وبأطر جديدة تقوم أمريكا الآن بمحاولة أحيائها وزجها من جديد في تلك المنطقة عودة النشاط الأمريكي المفاجي إلى التنف لا يمكن قراءتها بمعزل عن محاولات التشويش على تسويات درعا وعن تعزيز الحضور الأمريكي الشرقية الفرات ولو عبر تشجيع دول أخرى على إرسال مقاتليها إلى المنطقة تصطدم خطط واشنطن بمنع التواصل السوري العراقي بإرادة ومصالح الدولتين أولا وتحسن الواقع الميداني بالطراد لصالح الجيش السوري مدعوما بحلفاه وبالموقف الروسي الصلب الداعي إلى الانسحاب الأمريكي من التنف محمد الخضر دمشق الميادين